اهلا بكم من جديد عقد التنمو المؤسسة التي تعمل بناء على مفهوم ملائكة الأعمال القمة السنوية الثامنة لمستثمري ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل تمكين ويأتي تنظيم القمة ضمن أول الفعاليات الرسمية للأسبوع العالمي لريادة الأعمال لهذا العام الذي يعقد على مستوى العالم ضمن احتفائية دولية خلال الفترة من 19 إلى 24 من نوفمبر واستعرضت القمة الإمكانات العالية لثلاثين شركة ناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تقديم الحلول التقنية المبتكرة كجزء من الجهود المتواصلة التي تبدلها شركة تنمو لدعم البيئة الريادية وتسهيل التمويل للشركات الناشئة وخلق المزيد من الفرص التجارية في المنطقة وتمكن ما يصل نسبته 86.7% من الشركات الناشئة المعروضة من تحقيق التواصل مع مستثمرين وشركات استثمار مختلفة نحن نخلق بيئة للاستثمار في الشركات الناشئة وطبعا مثل هذه الفعاليات يساهم في خلق فرص جديدة لشركات الناشئة وأيضا يعطيهم دعم معنوي ومادي لأن كل المستثمرين الموجودين هنا إن شاء الله يكونون يشوفون أكثر من 30 شركة متواجدة عشان يستثمرون فيهم إن شاء الله والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.17% مغلقا التداولات عند مستوى 1511 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين ومئة ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 581 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 56 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8 ألاف بارتفاع عن نسبته 0.91% لتكون الرابحة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5046 نقطة بالخفاض بلغت نسبته 0.27% وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4085 نقطة بالخفاض بلغت نسبته 0.17% قالت طيران الإمارات أنها قدمت طلبا مؤكدا لشراء 50 طائرة إيربوس A350 في صفقة تبلغ قيمتها 16 مليار دولار بالأسعار الرسمية ويمثل الاتفاق الذي جرى توقيعه في معرض دبي الجوي نسخة نهائية ومعدلة من اتفاق أولي لشراء 40 طائرة A330 نيو و30 طائرة A350 في صفقة كانت معلقة منذ بداية العام وقالت طيران الإمارات أنها ما زالت في مفاوضات مع بوينغ بشأن طلبية محتملة لشراء 40 طائرة 787 دريم لاينر قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن عدز الميزاني التجاري تراجع 25.8% إلى 3.51 مليار دولار في أغسطس وأوضح جهاز الإحصاء في مصر أن الصادرات انخفضت 3% على أساس سنوي إلى 1.97 مليار دولار في أغسطس وبحسب جهاز الإحصاء فقد تراجعت واردات المنتجات البترولية 33.3% والمواد الأولية من الحديد والصلب 18.8% والبلاستيك 17.3% أما القمح 2.9% يعقد اتحاد نقبة موظفي المصارف اجتماعاً مع جمعية المصارف اللبنانية لبحث الإجراءات الأمنية المتخذة قبل حسم موضوع عودة الموظفين إلى العمل من عدمه وقال رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج إن الاتحاد ينتظر أن يبلغ من جمعية المصارف بالإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الموظفين العاملين في المصارف اللبنانية ولفت الحاج أنه بناء على الاجتماع سيتحدد موعد عودة الموظفين إلى العمل وإعادة فتح المصارف اللبنانية بعد إقفال قصري دام أكثر من عشرة أيام النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل العملات الرقمية من المتوقع أن تسيطر على الجيل القادم من تكنولوجيا المدفوعات قال معهد الإحصاءات التركي أن مبيعات المنازل انخفضت 2.5% على أساس سنوي في أكتوبر لتتوقف موجة صعود دامت شهرين وذكر المعهد التركي أن مبيعات المنازل تراجعت إلى 142.810 منازل في الشهر الماضي وكان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ يوليو لتدعم تعاف من ركود اقتصادي وأزبط عملة العام الماضي كما أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي في وقت سابق ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 14% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر أظهر مسح لمعهد أبحاث تابع لبنك اليابان المركزي أن نحو خمس الأسر اليابانية تستخدم الدفع الإلكتروني للمشتريات الصغيرة في زيادة مقارنة بالعام الماضي ومؤشر على أن ثقافة اكتناز النقود تتغير وبحسب المسح قال 18.5% من الأسر أنها تستخدم نظم الدفع الإلكتروني مثل تطبيقات الهواتف الذكية وبطاقات الاعتمان في عمليات التسوق التي تنفق خلالها ألفين أو أقل وعلى الرغم من نمو المدفعات الإلكترونية ما زالت عقلية النقد هو الملك مسيطرة إذ أظهر المسح أن 84% ما زالوا يستخدمون العملات الورقية والمعدنية في المشتريات الصغيرة والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية كان الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ لديه بعض الحق عندما أخبر الكونغرس مؤخرا بأنه لا يوجد احتكار أمريكي لتنظيم الجيل القادم من تكنولوجيا المدفعات ويرى تحليل نشره موقع بروجيك سينديكيت أن زوكربيرغ بالغ عندما اعتقد أن الانتشار الوشيك للعملة الرقمية الصينية يمكن أن يقوض هيمنة الدولار الإجمالية على التجارة والتمويل العالمي حيث أن الأسواق المالية الأمريكية عاميقة وتتمتع بالسيولة وتمتلك مؤسسات قوية مع سيادة القانون سوف تتغلب على الجهود الصينية لدفع عملتها للهيمنة عالميا لفترة طويلة قادمة